أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة السعداد لإمتحان موحد لمستوى السادس هنشوفو خبر كتعلق بالأطول المرجعية للإمتحان الموحد على صعيد المؤسسة للمستوى السادس إفتدائي ونشوفو الإطالة المرجعية دي الموحد بالنسبة لمادة النشاط العلمي إذن بالنسبة للإمتحان على الدوزو نهار 1 جوش فبراير 2022 وعيكون فيه بالنسبة للدورة الأولى عندكم لغة العربية الفرنسية إذن رياديات نشاط العلمي الشمعيات تربية الإسلامية نرشوفوا الإطالة المرجعية شنو الدروس اللي عندكم في مادة النشاط العلمي إذن عندكم مجال علوم فيزيائية ومجال علوم الحياة والأرض بالنسبة للمجال علوم فيزيائية عندكم المحور اللي شفتوا في الأولية لتصنيف المادة وخصائصها وتغيرتها لفيها يعني الدروس زيال تحديد مكونات الهواء وخصائصه الفيزيائية تعرف شروط الاحتراق وبعد نواتج عملية الاحتراق وتحديد بعض المخاطر المرتبطة بعملية الاحتراق والتمييز بين التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية للمادة هذا بالنسبة للمجال علوم فيزيائية انتقلوا العلم الحياة والأرض كان عندكم جوج دروس أو جوج محاور صحة الإنسان والتعفاعل مع البيئة والكائنات الحية وضائفها وتفاعلتها مع البيئة بالنسبة لصحة الإنسان إذن الإنسان عندكم تعرف مكونات الجهات العصبي والأعضاء المسؤولة على الحساسية الشعورية على الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية تحديد العوامل المؤثرة على سلامة الجهات العصبي وكيفية المحافظة عليه وبعد أوامل أو أعراض سوء التغذية والحد من خطورتها وكيفية الحفاظ على الطعام وأضرار إهدار الطعام إذن نشوف بالنسبة للمحور الثالث في علوم الحياة والأرض عندكم هنا عندكم محور الثالث إذن تودخل في حلو علوم الحياة والأرض عندكم في تحديد مكونات الوسط البيئي العلاقات بين مكونات الوسط البيئي ونشوفوا بعد وتحديد بعض علاقات الافتراس والتطفل والتنافس والتعاون بين الكائنات الحية وأثر ذلك على التوازن الطبيعي وعندكم كذلك أطال أحداث طبيعية والأنشطة البشرية على التوازن البيئي وتحديد بعض السلوكيات الإيجابية للحفاظ على التوازن البيئي إذن هذا هما الدروس لعندكم في مادة نشاط العلمي أتمنى لكم كل التوفيق وتجلبوا نقطة عالية وشكرا وإلى اللقاء